دائما في تونس مع الصفحات الوطنية وحروب الفبركات العبثية مع المعترضين على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سيسايد وفي مقدماتها حركة النهضة بالطبع الفبركة التالية تورطت في نشرها مواقع إخبارية تونسية أيضا وهي عبارة عن صور مرفقة بخبر يقول وثائقه كشفت عنها وزارة العدل الأمريكية على موقعها الرسمية تثبت تحويل حزب حركة النهضة مبلغا بقيمة 147 ألف دولار ما يقارب 335 ألف دينار من حساب بنكي بالخارج للشركة الأمريكية بورسن مارستيلر للإشهار والتواصل من أجل تلميع صورتهم في أمريكا وترويجها للرأي العام الدولي والتونسي بالبحث تبين أن الخبر مزيف وقديم وسبق نشره عام 2017 ولم يجد رواجا كبيرا حينها كما نفت حركة النهضة أكثر من مرة توقيعها على أي عقد دعاية مع شركات أمريكية أو غير أمريكية لتجميل صورتها في الخارج وقال المكتب الإعلامي للحركة أن الحركة لم توقع عن طريق ممثلها القانوني ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها أي عقد مع أي مؤسسة في الخارج البيان أضاف أن الحركة تخضع لإجراءات القانون التونسي وحساباتها وعقودها يتم مراقباتها من قبل محكمة المحاسبات